هي كانت آخر جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني عشر من شباط حين رفع رئيس الحكومة تمام اسلام الجلسة إثر خلاف بين الوزيرين ليسبو صعب وبطرس حرب في شأن آلية عمل الحكومة وتوقيع بعض المرثيم والخلاف كان قد بدأ بمداخلة للوزير رشيد درباس منذ ذلك التاريخ والاتصالات تتكثف للتوصل إلى مخرج للأزمة الحكومية تخللتها زيارة الرئيس سعد الحريري لبيروت وعقده لقاءات مع الأطراف كافة وما إن تخمرت الأفكار واستنفذت حتى كانت الدعوة إلى جلسة هذا الخميس اليوم في كتير من مصالح الناس عم تتعطل من وراء فيتو من هون أو قضية صغيرة بتوقف بوش توقيع مرسوم معين هذا ما بجوز نحن من هون عم نقول أن هذا التوافق يجب أن يتحقق بالحد الأقصى بما يفيد المصلحة الوطنية أما إذا واحد عنده رأي مغاير ما معنى تبه يفرضوا بيقدر شخص يقول أنا بعارض أو أنا بتحفظ لكن هذا ما بيأخر بإصدار القرار الحقيقة بعده هو نفس الشيء يعني كلام الرئيس سلام مش شابه كثيرا من موقف الرئيس بري يعني اثنين عام ينطلقوا من المادة 65 المادة 65 بتنص على أنه التوافق أولا في حال ما صار توافق ممكن يصير تصويت والتصويت إذا كانت مواد الأربط عشر اللي بيعتبروا بدا تلتين بتياخد تلتين أو تصويت عادي بأكثرية بسيطة صحيح هذا الشيء بس نحن عم نقول بأبسط كمان من هي أنه خلي التوافق هو عنوان لها المرحلة بسبب استثنائية الظروف القائمة حاليا حتى نأكد دائما على ضرورة انتخاب رئيس وعلى أظهار أن وحدة هذا الموقف مرتبطة بحدها الأقصى احتراما لهذه الرغبة بوجود رئيس الجمهورية الجلسة ستستكمل جدول الأعمال السابق على أن يكون القسم الأول منها مخصصا لإعادة الحيوية إلى صيغة التوافق وأنا حسيت من الأجواء اللي برزت خلال هالكم يوم وبالاتصالات اللي تمت أنه الكل حاسس أنه بالنهاية الحكومة هي شبكة أمان اليوم ما في عندك اليوم إذا استقالتها الحكومة لمين بتروح إذا استقالت لمين مين بقبلها استقالتها كيف تجري استشارات ما في عندك خيارات شو بتحول البلد إلى حالة فرار هي اللي عم تصد الفرار بشبكة الأمان وبعد أسبوعي المشاورات والمدولات لا يظن وزير البيئة أن العمل الحكومي سيتضاعف بل يبقى أخصى الأمل أن يسير الوزراء في جداول الأعمال وتحقيق نتائج فيها باسل العريض قناة الجديد